استقبل رئيس هية الأركان المشترك اللواء الركن يوسف أحمد لحنيط اليوم الأربعاء في مكتبه بالقيادة العامة قائد القيادة الأمريكية في أفريقيا الفريق أول مايكل لانجلي والوفد المرافق وجرت للضيف مراسم استقبال عسكرية حيث استعرض حرس الشرف الذي استفى لتحيته وبحث اللواء الركن لحنيط مع الوفد الضيف أوجه التعاون والتنسيق العسكري المشترك وسبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين الصديقين وأكد رئيس هية الأركان المشتركة خلال اللقاء على عمق العلاقة ومدى التعاون المستمر في المجالات العسكرية بين البلدين الصديقين من خلال توظيف الخبرات والإمكانات المتبادلة في المجالات العملياتية والتدريبية والتقنية بدوره ثمن القائد القيادة الأمريكية في إفريقيا حجم التحديث والتطوير على الأسلحة والمهام والمعدات في القوات المسلحة بما ينسجم مع طبيعة التطورات التي تشهدها المنطقة على مختلف الأصعدة وتأتي هذه اللقاءات في إطار مساعي القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية إلى رفع الكفاءة القتالية لمنتسبيها وصولا إلى أعلى مستويات الجاهزية والاستعداد القتالي لتحقيق الأهداف المرجوة والتي تعنى بالحفاظ على أمن واستقرار المملكة والمساهمة في تحقيق الأمن والسلم الدوليين ترجمة نانسي قنقر